أحسن الله إليكم يقول السائل الفضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله يوجد هنا أناس ممن كان يذهب إلى السحرة والمشعوذين ومنهم من لا يزال على ذلك ويصدقونهم فما حكم ذلك وما هي نصيحتكم لهؤلاء لا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا إلى المشعوذين والكهان الحرام بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة أربعين يوما رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد رواه أهل السنة لا يجوز الذهاب إلى الكهنة والعرافين والسحرة السحرة أشد السحرة أشد من الكهان والعياذ من الله لا يجوز الذهاب إليهم ولا يجوز العلاج عندهم ولا يجوز تصديقهم ولا يجوز لأحد إنه يسكت عنهم إذا علم بوجودهم يجب عليه يبلغ يبلغ عنهم السلطة لأجل الأخذ على أيديهم لا يجوز السكوت عليهم وتركهم ترجمة نانسي قنقر